فاج الشوكولاتة فاج الشوكولاتة أسرع حلة هنعملها مع بعض في العيد لولدنا وديوفنا هتطلع معاكي نتيجة سريعة جداً وحلوة جداً 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 زي ما أنتوا شايفين شايفين سهلة جداً جداً بمكونين أساسيين بس هنعمل الحلة اللي أنتوا شايفينه حلو جداً شكله وطعم روعة 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 هيبهر كل اللي هيتقدم له إن شاء الله بأمر الله يلا تابعي الوصفة عشان تشوفي عملناه إزاي وانتي بقى بتتابعي الوصفة لو لسه مشتركتيش في قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد أنا بحبكم وإن شاء الله قناتي بيكم هتكبر وتابعوني على صفحة الفيسبوك صفحة مطبخ شو ما شايفين اللي بشوكولاتة البيضة دي تلعت حكاية واللي بشوكولاتة الدارك دي تلعت روعة 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 يعني بقى اللي بيحب شوكولاتة البيضة هيستمتع جدا واللي بيحب شوكولاتة الدارك أو الغمقة هيحبها وهيبقى مش بصدق نفسه فعلا فعلا تعمى حلو جدا 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 وشيك جدا يلا بينا نشوف الطريقة ونقول باسم الله فج الشوكولاتة المكونين الأساسيين بتوعه الحليب المكسف المحلة والشوكولاتة الخام أيا كانت بقى الشوكولاتة الخام دي دارك أو بيضة لكل 200 جرام من الشوكولاتة الخام هناخد 100 ملي من الحليب المكسف المحلة أنا هنا مش عندي حليب مكسف محلة هبدأ أن أنا أعمله هعمله بكوباية من اللبن البودر وكوباية من السكر البودر ومعلقة من الزبدة هنسيبهم كده على جنب وأقول لك بقية المكونات طبقة البسكويت دي براحتك ممكن تعمليها أو لا الفج أساسا من غير بسكويت بس أنا حبيت أضف لها كده إضافة حلوة بسكويت وعين جمل وزبدة ومعلقة كده من العسل دي لطبقة البسكويت هنجيلها دلوقتي مع بعض هنعمل بقى الحليب المكسف المحلة أدي كوباية من السكر البودرة على كوباية من اللبن البودرة هنقلبهم كده مع بعض وهندوبهم مع بعض بمعلقة من الزبدة ونص كوباية من المية المغلية لازم المية يكون مغلية علشان تدوب لي اللبن والسكر مع بعض ويديني القوام التقيل شوية بتاع الحليب المكسف المحلة طبعا أنا بعمله هنا في البيت لكن إنت لو عندك أو بتشتري من السوبر ماركت تقريبا العلبة اللي بتتباع بتبقى 200 ميلي هي دي اللي هتستخدميها للوصفة معانا هتاخدي نصها للشوكولاتة الدارك ونصها للشوكولاتة البيضة أديني بقلب كده لازم أقلب كويس قوي بالمضرب اليدوي حلوة قوي 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 كده لو عندك برضو هند بلندر ممكن تضربيك كده ضربتين وهنحطها في التلاجة تتقل شوية لحد ما نعمل بقية المكونات دي بقى طبقة البسكويت ودي اختياري بالنسبالك هي مش أساسية في الفج الفج الأساس زي ما قلتلك المكونين الأسيين لكن أنا حبيت أعملها كده بشكل حلو ويبقى كمان قيمة غذائية أعلى أدي حوالي باك ونص من البسكويت طبعا أي نوع بسكويت ينفع حطيت معاه حوالي نص كباية من عين الجمل وده برضو اختياري عين الجمل بس أنا بحب بحط حاجات تزود القيمة الغذائية عشان الولاد العين جمل فيها أومي جسري عالية جدا حطيتهم كده وتحنتهم في الكبة طبعا علشان طبقة البسكويت تمسك احنا ممكن نحط لها زبدة ممكن نحط لها معلقة من الحليب المكسف المحلة ممكن نحط لها عسل أنا هنا حطت لها حوالي 100 ملي من الزبدة السايحة وحطت لها كمان معلقة من الحليب المكسف المحلة وحطت لها معلقة من العسل الأبيض كل الحاجات دي بتزود القيمة الغذائية وكمان بتخلي طبقة البسكويت تمسك معايا يعني احنا هنتحنه ونحط عليه هنتحنه هو المكسرات ونحط عليه الزبدة السايحة انت هتفضل تحطي الزبدة شوية بشوية كده معلقة في معلقة بس تكون طبعا الزبدة سايحة لحد ما تمسكي كده البسكويت وتضغطي عليه تلاقيه بتشكل معاك طبعا احنا عايزينه بتشكل لان احنا هنعمله في ورق الكاب كيك لازم يمسك لما اجا فكو يبقى ماسك ويديني الشكل المطلوب في النهاية هتجيبي بقى صانية الكاب كيك كده وهنوزع ورق الكاب كيك طبعا الوصفة دي انت ممكن تعمليها في صانية عادية خالص صانية وتفردي ورق زبدة وممكن تفرديها وبعد كده تبدأي تقطعيها مكعبات ما فيش اي مشكلة زي ما بنعمل البراونس كده تفرشي ورق زبدة وتبدأي تحطي المكونات كلها في صانية مرة واحدة وبتبدأي تقطعيهم ما فيش مشكلة انا حبيت اعملها كده عشان كل واحد ياخد الواحدة بتاعته وقدمها له تبقى سهلة في التقديم هتحطي بقى كمية كويسة كده من البسكويت ونضغط عليه كده كويس او بمعلقة كده اضغط عشان الطبقة تتضغط كويس وتبقى مصبوطة بعد بقى ما بضغط البسكويت كويس بحطه في التلاجة علشان يجمد شوية عقبال مجاحس باية الحاجات انا عندي 200 جرام من الشوكولاتة البيضة و200 جرام من الشوكولاتة الغمقة حطيتهم في المايكرويف كده علشان يسيحوا معايا ممكن تعمليهم على بخار مية او المايكرويف وحطيت على كل 200 جرام نص كوباية او 100 ملي من الحليب المكسف المحلة يبقى نص كوباية انا عندي الكمية اللي انا عملتها عملت معايا كوباية كاملة من الحليب المكسف المحلة خدت نصه للشوكولاتة البيضة ونصه للشوكولاتة الغمقة بعد طبعا ما سيحتها شايفين بقلب بالمعلقة سهل جدا ما فيش اي مشكلة قلبت هوا بالمعلقة لحد ما اداني القوامل الحلوة ده هسيبه بقى على جنب وعمل كمان الشوكولاتة الغمقة الشوكولاتة الغمقة نفس الكلام برضو دول كانوا 200 جرام انت عندك الباكت اللي بتبعت كده في السوبر ماركت بيبقى هوا 200 جرام هتحط عليه نص كوباية من الحليب المكسف المحلة او 100 ملي وتقلبين بالمعلقة ما فيش ولا ضرب مضرب ولا كريمة ولا اي حاجة شايفين الموضوع سهل جدا جدا وقلتلك لو انت مش حابة موضوع طبقة الباسكويت دي ما تعملهاش خالص هو الفتش هو ده بس شوكولاتة وحليب مكسف محلة وبيتفرد في صانية ويدخل التلاجة وبعدين تبدأ يتقسميه انا هنا حبيت ان انا اديله شكل اقيم وقيمة غزائية اعلى هنجيب بقى طبقة الباسكويت بعد ما دخلناها التلاجة هي ما خدتش وقت عبال بس ما سيحنا الشوكولاتة وعملنا الطبقة التانية هبدأ بقى احط للفتش بتاع الشوكولاتة الغمقة هبدأ احط اه اوريو كل واحد كده واحدة واحدة من الوريو والفتش بتاع الشوكولاتة البيضة هحط له كريز متقطع هو كريز اخدت منه البيزر بتاعه بس وحطيت في كل واحدة كده واحدتين طبعا الفتش يفضل ان هو يتحطله فواكه مجففة يعني اي حاجة تحطيها يبقى فواكه مجففة لان الجزء اللي عملته بالمانجة طبعا المانجة فيها سويل فهي كلها جمدت بس اللي حوالين المانجة كان سايح شوية هي كان طعمها حلوة جدا بس يفضل للفتش ان انت تحطي فواكه مجففة يعني لو لسه عندك مشمشية او او اي فواكه مجففة موجودة ممكن تحطيها تحطي كريز بي تحطي اي حاجة بس تكون جفة وهتبدأ اي بقى تفضي طبقة الشوكولاتة اللي هي عملناها بالحليب المكسف المحلة هتبدأ اي بقى تضيفي كده لحد ايه نهاية الورقة شايفين انا باكوين طبعا الشوكولاتة عملت معي 12 قطعة زي ما انتوا شايفين والقطعة على فكرة دسمة جدا 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 انا كل طفلة عندي كان بياخد نص واحدة وكان بيبقى مبسوط او يعني يعني او الفرد اللي هو الكبير بياخد واحدة برضو هيبقى مبسوط يعني فعلا عملت الكمية كانت كويسة ومرضية وشكلها حلو وطعمها حلو دقي بقى زوائي بقى من فوق كده اللي حشيته اوريو من جوه حطيت كسرت كده اوريو وحطيته من فوق واللي حشيته من جوه آآ كريز حطيت واحدة كريز كده غطستها علشان تبقى في الاخر لما تجمد ولادي حبوها قوي يعني بقى ويمسكوا انا كنت سايبة العنقود بتاع الكريز بقى ويمسكوها كده من عنقود الكريز كانوا مبسوطين بها قوي آآ شكلي ولوني واعملي كل الحاجة كل حاجة على مزاجك كده وعلى زوائك علشان تفرحي الولاد ان شاء الله في العيد وتفرحي برضو الكبار فعلا حلو جدا 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 لازم تجربوه طبعا بعد ما بتعمل الكلام ده كله لازم تدخل التلاجة قال حاجة ساعتين علشان تجمد هي شوكولاتة وطبعا دلوقتي احنا سايحناها لازم نجمدها وما تلايش بتجمد بسرعة جدا هتجمد وهتفك من ورق الكاب كيك وهتبقى حلوة جدا جدا ممكن تفكيها قبل ما تقدميها وممكن تقدميها كده زي ما هي واللي يجي ياكل يفكها كده من الورقة ويبدأ ياكل هتشوفوا معايا لنهاية الفيديو هم حاجة زي ما قلتلك ان هي لازم تدخل التلاجة ساعتين انا هنا طبعا الحشو اللي عطيته ضغط عليه ضغطة كده علشان يمسك يعني مش هنحطه على الوش بس كده لأ ضغطي ضغطة بصباعك كده بسيطة على الوريو اللي هتحطيه او الكريز او المانجا ضغطة بسيطة كده علشان ولما يجمد يبقى لازق معايا ما يقعش الحشو اللي احنا هطنا من فوق زي ما انتو شايفين كده دي حاجات ما كانتش مضغوطة فهتلاقيها بتقع معاك وطبعا احنا ضربنا الصينية خطتين كده على الرخامة علشان الشكل يتزبط معايا شايفين حلو جدا حلو جدا جدا شكله شيك جدا بعد الساعتين اخدته انا فكته من الورق اللي انا كنت صباه فيه وحطته في ورق تاني اوسع كده شكله شيك وقدمته بالطريقة دي يلا قم اعمليه بسرعة وفرحي ولادك وتبستي انت كمان انا بحبكم وان شاء الله قناتي بيكم هتكبر ياريت لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك للفيديو وشيروا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل جديد انا بحبكم وان شاء الله قناتي بيكم هتكبر وتابعوني على صفحة الفيسبوك صفحة مطبخ شومة ياريت لو عجبكم حاجة من فيديوهاتي تكتبولي وتقولولي ولو جردت حاجة من وصفاتي تقولولي ولو في حاجة مش عجباكو في الفيديوهات او الوصفات او في حاجة غلطنا فيها والانسان بيغلط ياريت تقولولي عجبا نقدر اطور من قناتي وحسنها يلا كل سنة وانتو طيبين اعملوا بقى الفاتش وقولولي